موسيقى مرحبا نبدأ نشرع بالعنوين موسيقى ندريان الرابع هل ينهي الفراغ الرابع موسيقى حوار التيار والحزب بعكس التسريبات زخم اكبر للمفاوضات والاتصالات موسيقى كلمة مرتقبة لباسيل ظهر الغد في بدء الولاية الثالثة في رئاسة التيار تربويا اخطار تتهدد العام الدراسي وهذه حقيقة النزوح من الرسمي الى الخاص التزويج المبكر للاطفال هذا ما اكشفته كلودين عون عن مصار قانون الحماية موسيقى موسيقى اهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث ايضا عبر اذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر اخبارنا عبر مواقع التواصل للاو تي في وعبر موقع او تي في دوت كوم دوت البي وعلى كل الحسابات اكس فيسبوك انستغرام تيك توك وعبر قناتنا على يوتيوب الاخطر في الوضع الراهن هو تأقلم اللبنانيين مع الازمة ما يسمح للسياسيين بالتمادي في المناورات المتبادلة والاسترسال في اطلاق الشعارات وبيع الاوهام فملء الفراغ الرئاسي لم يعد منذ زمن طويل هما عند الناس والمسرحيات الحكومية بالنسبة اليهم هزلية اما عجز المجلس النيابي فقصة قديمة ومعروفة وحده الحراك الخارجي غير المنتج حتى الان هو ما يعول عليه في اليمن ولد الحل بين ليلة وضحاها عندما اتفق الكبار فهل من يدفع صغار لبنان من الدائرين في فلك هذه الدولة او تلك الى حل مقبول يكرس هدنة داخلية جديدة في وقت قريب في انتظار اعصار اخر في جديد المعطيات الرئاسية خيب الموفد الفرنسي توقعات المنجمين السياسيين والاعلاميين الذين دأبوا منذ اسابيع على وصف زيارته الثالثة لبيروت بالوداعية فاذ به يعلن عن عودة رابعة لرعاية التشاور بين القوى اللبنانية فهل ينهي لودريان الرابع الفراغ الرابع في الرئاسة في انتظار المعطيات لا التنبؤات والتمنيات معلومة اكيدة حركة الاتصالات والمفاوضات بين التيار الوطني الحر وحزب الله تتقدم بزخم اكبر على عكس التسريبات الاعلامية اليومية غير المستندة الا على معطيات من نسج الخيل اذا الموفد الرئاسي الفرنسي خيب وصفي الزيارة الثالثة بالوداعية ويتأهب لعودة رابعة فماذا في التفاصيل تقرير جريس مخيل اكد مصدر حزبي رفيع في 8 اذار للأو تي في ان كل ما يحكى عن ان اسهم قائد الجيش لرئاسة الجمهورية قد ارتفعت لان هناك تسوية بدأ يحلو عنقودها غير صحيح وحتى الساعة ما في شي منه مشيرا الى ان الثنائي الشعي ليزلوا متمسكا باسلامين فرنجي وما زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد لبنشعي ولقاؤه برئيس سيار المرض اسلامين فرنجي بعدما اثير حول لقائه بقائد الجيش الا ليعلمه بالتمسك به وبترشيحه وعاد المصدر واكد مرة جديدة ان لقاء رعد وقائد الجيش حمل اكثر مما يحتمل رئاسيا وهو ليس دليلا على اي شيء رئاسي مضيفا انه كان هناك امتعاض عند حزب الله من تسريب الخبر وكذلك كان هناك امتعاض اضافي من ان احد المحللين المعروفين بقربهم من العماد جزافعون قد خرج في احدى المقابلات الصحفية ليقول ان حزب الله هو من سرب الخبر وعداف المصدر ان زيارة لدريان بنسختها الثالثة لم تحمل جديدا وهذا ما ستكون عليه زيارته الرابعة اذ جرى الاتفاق على ان يجهز الافريقاء المدعون انفسهما على لقاء في قصر السنوبر ولم يحدد بعدما اذا كان سيلتقي لدريان كل جهة على حدة ام سيكون لقاءا جامعا ويضيف المصدر ان الاتفاق جرى على ان تسمى جلسة تشاور وليس جلسة حوار وبذلك يكون الموفد الفرنسي قد ارضى الافريقاء المعارضين للحوار وارضى رئيس المجلس النيابي في آن معا وهكذا لبي متديب ولبفنا الغنم واعتبر المصدر الحزبي الرفيع في 8 اذار ان لدريان يحاول كسب الوقت لانه لا يريد ان يسجل على نفسه فشلا ولعل بر يكون من الان الى حينه قد توصل الى شيء ما في اتصالاته وقال المصدر المرفت ان كل طرف التقاه لدريان ستنتج وفهم شيئا مختلفا عن الاخر وهو قد يكون دليلا الى ان الموفد الفرنسي قد تحدث امام من التقاهم كل بحسب ما يريد ان يسمع وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي اكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحج حسن ان انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان عالق امام رغبة الفريق الاخر بالمجيء برئيس يأخذ لبنان الى مشكلة بدل ان يأتي برئيس يأخذ لبنان الى حلول ورأى ان الفريق الاخر يريد رئيسا لا يبدأ بالحلول للوضعين المالي والنقدي ولأوضاع الادارة العامة والبناء التحتية واعادة بناء وهيكلة الدولة بل رئيسا يبدأ باولوية يريدها الامريكي بتجريد لبنان من قوته وهذا امر غير مقبول بحسب الوزير حسين الحجحسن رئاسيا حركة علنية للمرة الاولى لمسؤول غير مدني في اسرار اليوم لوحظ ان الحركة الرئاسية لمسؤول غير مدني خرجت الى العلن في الاسابيع الاخيرة بعدما كانت مستترة منذ احداث 17-20 سأل احد المعلقين اين اصبح كل الكلام الاعلامي عن زيارة ودعية للودريان بعدما تبين انه عائد للمرة الرابعة الى لبنان تتواصل التحضيرات للزيارة اللي بيؤنفها الرئيس عون والنائب بسير الى عدد من بلدات عكار في وقت قريب زواج القاصرات الى الواجهة من جديد بعد اقرار القانون في لجنة المرأة والطفل النيابية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون تؤكد للأو تيفي العلاقة لقانون حماية القاصرات من التزويج المبكر بالدين تزويج القاصرات الى الواجهة من جديد من الباب التشريعي لجنة حقوق الانسان النيابية اقرت بسبعة أيلول الجاري اقتراح قانون حماية الاطفال من التزويج المبكر اقتراح القانون اقر من دون اي استثناءات وضعت بالسابق على اقتراحات سابقة تحت ذريعة خصوصية المجتمع اللبناني هو بيشمل جميع المقامين على الاراضي اللبنانية وبحسب ما اكد رئيس اللجنة النائب ميشيل موسى للأو تيفي الاقتراح يجرم تزويج منهم دون لـ 18 سنة وذلك تحت طائل الدفع غرامة مالية بتوصل بحد الأقصى الى عشر مرات الحد الأدنى ورغم ان القاصر تحت سن الـ 18 عاد غير مؤهل بمعنى انه لا يمكنه ان يسافر من دون اخذ اذن او انه يستحصل بنفسه على اخراج ايد وغيرها من الامور لا يزال سن الزواج عند كل الطواقف باستثناء الروم الأورتوديكس تحت 18 سنة وبالتالي بيبقى السؤال البديهي كالعادي هل يمكن لهذا القانون ان يبصر النور بظل رفض بعض الأطراف لأله فينا يقوله انه صار في وعي اكبر عن كل الأطراف السياسية انه موضوع تزويج الأطفال هو موضوع بيتعلق بحماية الأطفال ما بيتعلق بقانون الأحوال الشخصية ولا بيتعلق بمضمون إله علاقة بالدين أوكي هيدا رأيون ونحن بنعرف انه الحزب الله هو من الحزب يمكن ما بعرف إذا الوحيد ما بعرف إذا في حدا غيره معارض لإقرار هيدا القانون أنا شخصيا عندي أناعة انه هيدا موقف سياسي هيدا موقف منه بالنسبة للي براعي براعي الحماية الحماية موضوع الحماية هيدا إلو علاقة بالسلطة إلو علاقة بالمادة 9 بالدستور هني بيربطوا بالمادة 9 للدستور إلو علاقة بسلطة المراجع الدينية بإدارة تحوال الشخصية بلبنان هيدا موضوع سياسي بإمتياز ماني مقتنع وبجعب كررها وأنا بكل مناقشاتي عم بكون كتير شفافة بالموضوع وصريحة مانه موضوع ديني اليوم يلي بيربط تزواج الأطفال وولادنا بموضوع الدين أنا برفض هيدا المقاربة لأنه مانه أبدا موضوعية لا أرقام دقيقة حول نسبة زواج القاصيرات بلبنان لكن بحسب ورقة مراجعة بحثية أجراها التجمع النساء الديمقراطي اللبناني للاستعراض الحال قبل وبعد أزمة 2019 بيان أنه الزيادة الإجمالية بتزواج القاصيرات بين 2021 و2022 هي 14% لكن بالربع الأول من 2022 فقط سجل الزيادة بتزواج الأطفال بنسبة 5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021 وهذا الرقم مرتفع جدا من جهة أخرى كشف الدراسة أولية أعدتها اليونسي في عام 2016 أنه النسبة الأعلى بتزواج القاصيرات هي بصفوف النازحين السوريين بنسبة 40.5% هذه الأرقام ما بتعكس الواقع الفعل الأكثر فضاعة على كل حال اقتراح القانون سيناقش بلجنتين الإدارة والعدل والمرأة والطفل فهل يكمل مصار ويعرض على الهيئة العام وتقر الأكثرية الداعم لأله أم تكون اللي جين مقبر كالمعتاد تربويا الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأبي يوسف نصر أكد للأو تي في أن لا نزوح بأعداد كبيرة من المدارس الرسمية إلى المدارس الخاصة مشددا على أن التحديات التي تواجه العام الدراسي ليست فقط اقتصادية أبونا هيدا حقيقية مش نظريات يعني ما في ولد رح ينحط قدام الباب وما في ولد رح ينشحط لأنه ما قدر يأمن القصد ما أنت سمعت أنه خلال العام الدراسي الماضي 22-23 بمدرسنا الكاثوليكية في ولد نحط على باب المدرسة لأمين بالإعلام ما سمعنا عندنا خبرة خلينا ننطلق من هذه الاختبارات وأكيد دور اللي جين الأهل عم بيكون دور جدا فاعل وجدا مؤثر بقلب مؤسساتنا وعم بيكون في تعاون مشترك ما بين لجنة الأهل والمدرسة اليوم بس عطول في اتهامات أبونا أن لجنة الأهل هي يعني رديف الإدارة بالمدرسة وهناك كمبرومي بينتهم دايما شو بترد على هيدول الاتهامات خليني يقول هناك بمدرسنا الكاثوليكية وبالمؤسسات هناك تعاون جدا إيجابي ما بين لجنة الأهل وإدارة المدرسة الإدارة تحترم اللجنة ودور اللجنة بحسب القانون 515 واللجنة تحترم دور الإدارة لأنه تبقى الإدارة هي المسؤولة عن المدرسة وعن مصير المؤسسة نسمي لموضوع النزوح من المدرسة الرسمية إلى المدرسة الخاصة خليني أنا أكد وبناء على استطلاع رأي أجريته من يومين بمؤسساتنا التربوية وأيضا بالعديد من مدرسنا وخاصة المدارس المجانية هذا موضوع إعلامي ما في شيء من الحقيقة على الإطلاق هذا موضوع فقط استغلال إعلامي يعني ما في نزوح من المدرسة الرسمية للمدرسة الخاصة ما في شيء يحكى عنه ما في شيء يعتد به بعض الموضوع خجول جدا 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 بعد التلامذ بالروضات وبعض التلامذ بصفوف الشهادات ولكن الأمر ما بيشكل مشكلة أبدا على الإطلاق مشان هيك أرجو من الإعلام أنه كمان ما نستعمل التربية حتى نكون عم نسوق أو عم نروج لأفكار أو لتيارات معينة خلينا نكون دقيقين وننقل وقائع الأمور كما هي يعني هبونا بالختام ما في عدد كبير من الطلاب من المدارس الرسمية نقلوا إلى المدرسة الحصة أبدا عصعيد مدارسنا الكاثوليكية وعصعيد بعض المؤسسات التربوية وعدد لا يستهن به ما في شيء يعتد به ما في شيء بشكل خطر ومشكل نعم أرقام ضئيل جدا من جهته أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ إلى أن الأساتذة لن يدخلوا إلى صفوفهم إلا إذا كانت نسبة الرواتب بالدولار هي 30% بعد كل ما حكى وما يحكى والزيادة بالأقصاد واعتراض الأهل وكل الحديث يعني بيبدأ عند كل موسم دراسة أنتو كأساتذة راضيين عن النتيجة اللي وصولتو له هيدا المهم راضيين لا مش راضيين نحن قلنا أربع سنين عم نعلم تقريبا لفلاش يعني هيدا القطاع استمر وضل واقف عجراء نتيجة تضحيات لمعلمين لأننا أربع سنين عم يضحوا تقريبا رواتبا باللبناني صفر عملنا عدة اجتماعات كعنعابي وكأماني عام بأتحاد مؤسسات واتفقنا أنه ما فق فينا نستمر هاك إلا ما ناخد قصم من غاطبنا على الدولار وكان آخر اتفاق أنه على الأقل على الأقل على الأقل وخاصة بالأطراف ما بتقل النسبة عن الثلاثين بالمية بالدولار هلا بيروت جبل لبنان في ناس عم تعطي خمسين وستين وخمسة وستين وسبعين على أمل أنه خلال ثلاثة سنين نرجع نستعيد رواتبنا اللي كان قبل الفلو وتسعة عشر يعني اليوم حدا اللي بيتصل فيه مدرسة بالشمال كمان كاتو بيكي ما بديش سمي بحكيها أنا والأب بيوسيف أنه أنا ما فيني أعطي في قلة ثلاثة بيت دولار والمعاشر بدي بدوا يعطيهم ثلاثة بيت دولار طب أنه ثلاثة بيت دولار تطلع فاتورة كهرباء فاتورة كهرباء مع بنزين مع انترنت راحوا كيف بيعيشوا هالأساسي كيف بيأكلوا يعني في مقاومات حد أدنى الحياة منه مقبول استاذي تم التعاطي معه هالأساسي هلأ أنا حكيت معلم معلمات وكنت حط براسي أنه الليل يحكي الأب يوسيف أنه لا الأمور ما بتمشي هك أنه اتفقنا على الأقل تلاتين بالمئة من الراطب على الدولار فبدنا نكفي على هالأساس يعني آمل أنه هاي المدارس لوضع هك ما يكون كتير عددة لأنه إذا كتير عددة بنعمل مشكلة لأنه أساسي يأخذين أراء أنه تحت تلاتين بالمئة ما بيفضوا على الصف رئيس اتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة في لبنان ريمو فغالي يؤكد أن دور لجان الأهل ومراقبة عمل المدرسة داعيا إلى التعاون بين المدرسة والأهل والأساتذة لإنقاذ المدرسة الحقيقة ما في أهل ممنونين أنه يصير فيه زودة أقصاد يعني مثل اليوم تقولين الواحد بدي حط عليك ضريبة ما حدا بيبقى مقصود بالضريبة ولكن بدنا نكون ويعيين بدنا نفهم أنه هذه المؤسسات متطلبة مسؤوليتها مننا نحن الأهل تبع هذه المؤسسات مجبورين ينأمن لها مداخيلة فيها تستمر لأنه إذا ما استمر فيه خطر على أولادنا وفيه خطر على البلد وأنا مش بس بتطلع على أولادي أنا بتطلع على كل البلد تخيل لبنان بدرسة خاصة تخيل لبنان ما عنا لإدراء أنه نعلم أولادنا بالطريقة اللي نحن بدنا نحبها مع كل تشعوبات ومع كل التلوين ومع كل المعطيات اللي موجودة بالبلد ما تنحافظ على هاي مشبورين إنه نتقبل بين هلالين بدون المقبول هل زودة اللي هي اليوم نجزع وكل شيء زاد يعني بس هلأ واقفة على هذه القصة هلأ أنا حطيت ضمن المعقول لأنه دور لجان الأهل تتأكد إنه الزودات مبررة إنه هالمدرسة اللي عم تطلب هالزودة هي عم تصرفها بالمحل المظبوط إحنا ما فينا نقل إلا للمدرسة لأ أنت ما بدك تتفعيل ولا الأستاذ لأنه شفنا هجرة المعلمين اللي صارت بآخر 3-4 سنين والإنعكاس تبع على مستوينا وعلى مستوى أولادنا بالتعليم عم بحكي وشفنا إنه هيدا الشي شاعم بشكل خطر جد على مستقبل البلد هؤدي الأمور اللي بدو يطلع فيهم بدو يطلع فيهم من كل زوية ما بدو شوفها بس من مالته هو إنه والله أنا بدو يزيد علي مئة دولار بالسنة منين بدي يجيبها مظبوط إحنا ما عنا لإدرا في قطاعات ما عندها لإدرا وهون أنا أنا بدي ناشد عبر تلفزيونك وعبرك أنت أنه يا عمي يا مدارس اللي قادر يساعد هالأهل اللي هنه مش قادرين عملوا معروف ساعد وإنا بعرف أنه في كتير مدارس ما عم بتقصير بس كل مضحق في قطاعات باللبنان مضروبة وهيدا القطاعات وخاصة هلأ مجزرة صبرة وشتيلة في تاريخ اليوم 16 أيلول 1982 أحد أكثر الأيام بشاعة في حرب لبنان فعلى مدى ثلاثة أيام تقريبا ارتكب الجيش الإسرائيلي بمشاركة عدد من عناصر الميليشيات اللبنانية التابعة إلو مجزرة بحق الليجيين الفلسطينيين المدنيين بمخيمي صبرة وشتيلة ببيروت وآتت المجزرة بعد يومين من اغتيال الرئيس بشير جميل وفي اليوم التالي للاشتياح الإسرائيلي لكامل مدينة بيروت يلي كان شقة الغرب محاصر علما أن المسلحين الفلسطينيين كانوا غادروا بحرا إلى تونس بموجب اتفاق تم التوصل إلي وتم تنفيذه بإشراف قوات متعددة الجنسيات لم تكن مجزرة صبرة وشتيلة أولى مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين ولا الأخيرة لكن فضعتها فاقت كل تصور وأدت إلى مقتل الألاف من الفلسطينيين معظم من الشيوخ والنساء والأطفال النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل نتبع النشرة في الأخبار الإقلومية والدولية وفي الشأن اليمني المفاوضات بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية مستمرة في الرياض فبعد وصول الوفد الحوثي إلى المملكة بمعية وفد عماني أكد محمد عبد السلام رئيس وفد الحوثيين للشرق الأوسط أن سلام هو القيار الأول الذي يجري العمل عليه وعبر عبد السلام عن أمله أن تتوج نقاشات الرياض بتقدم ملموس في كل الملفات الإنسانية والعسكرية والسياسية وبما يحقق السلام والاستقرار في اليمن ودول الجوار والمنطقة في ليبيا أعلن النأب العام الليبي فتح تحقيق في كارثة انهيار سدي ديرنا متعاهدا بمحاسبة المسؤولين فيما كشفت السلطات عن إجراءات لعزل المناطق المتضررة من الفيضانات وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة المكلف من البرلمان أشار إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين مؤكدا أن تقارير كشفت وجود تشققات في السدين والحاجة للصيانة في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان أسامة حمد أن السلطات تعتزم اتخاذ إجراءات احترازية قد تشمل عزل المناطق المتضررة عن باقي المناطق المتضررة في ديرنا عن باقي المناطق وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون إلى مطار نيفيتشي بمدينة فلاديفوستوك الروسية حيث كان في استقباله وزير الدفاع سيرجي تشويغو وأفادت سبوتنيك بأن كيم وصل إلى المطار على متن سيارة ضمن موكب خاص وكان في استقباله وزير الدفاع الروسي وحسب سبوتنيك فإن زعيم كوريا الشمالية سيتفقت خلال زيارته معدات الطيران الحديثة تابعة للقوات الجو فضائية روسية في المطر في التطورات الأوكرانية الروسية قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة كالوها ودفير وقالت وزارة الدفاع الروسية تم أحباط محاولة من قبل نظام كياذ لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي وأضافت تم تدمير الطائرتين الأوكرانيتين من قبل أنظمة الدفاع الجوية الروسية العاملة فوق أراضي المنطقتين وفقاً لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء فاصل جديد ونتابع النشرة أهلاً بكم من جديد السباق إلى جائزة الفيفا لعبوا مانشستر سيتي يسيطرون فمن سيكون الأفضل كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن لائحة المرشحين والمرشحات لجوائزه السنوية من بين جائزة الأفضل The Best ونصف من لعبي منشستر سيتي الإنجليزي المتوج بثلاثية تاريخية موسم 2022-2023 الدور الممتاز وكأس الاتحاد ودور أبطال أوروبا ويتنافس لعبو سيتي البلجيكي كيفين دوبرين والنروجي إيرلينغ هالند والأرجنتيني خليان الفارس والإسباني رودري والبرتجالي بيرناردو سيلفا والألماني الكاي جوندوغان لعب برشلونة الإسباني الحالي على جائزة أفضل لعب في العالم مع حملة العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله السابق في باريس سانجرما الفرنسي كيليان أمبابي كما ضمت اللائحة لعب وسط النصر السعود الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يلي لعب الموسم الماضي مع أنتر ميرال إيطالي وجناح نابولي الدولة الجورجي خفشتك فرزة خليا وزميله بالفريق الدول الناجيري فيكتور أوسيمين والإنجليز دي كلان رايس المنتقل هذا الصيف من وست هام يونيتد إلى أرسنل ويتنافس المزير الفني الإسباني لسيتي بيب جواردجولا على جائزة أفضل مدرب مع الإيطاليين سيموني إنزاقي الأنتر ولوتشانوس بالتي منتخب إيطاليا حاليا ونابولي الموسم الماضي والأسترالي إنك بوستي جوجلو سلتيك لسكوتلندا الموسم الماضي وتوتنهام الإنجليز حاليا والإسباني تشافي برشلونا وضمت لائحة المرشحات لأفضل لاعبة أبرز المتقلقات في موديال أستراليا ونيوزيلندا في مقدمتهم بطلتان العالم الإسبانيتان إتيانا بونماتي أفضل لاعبة بكيس العالم وسلما بارالويلو والإنجليزية أليكس جرينوود والفرنسية كاديدياتو دياني ويتنافس الدول المغربية ياسين بونو المنتقل هذا الصيف من إشبيليا الإسباني إلى الهلال السعودي على جائزة أفضل حارس مرمى مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مادريد الإسباني والبرازيلي أدرسون ليفربول الإنجليزي والكاميروني أندري أونانا أنتر ميلان ثم منشستر يونيتد الإنجليزي والألماني مارك أندري تيرشتيغن بارشلونا وأوضح الاتحاد الدولي أنه سيتم اختيار أفضل لاعب ولاعبة وحارس وحارس يتمرمى ومدرب ومدرب من قبل اللجنة دولية مكوية من المدربين الحاليين في الفئتين مدرب واحد من كل منتخب وقادة المنتخبات الحاليين لاعب واحد من كل منتخب وصحفة من عالم كرة القدم من كل دولة أو منطقة ممثلة بمنتخب وطني وجمهير من كل أنحاء العالم مسجلين في موقع الفيفا الأحوال الجوية مع بولين عون مساء الخير تقل الصيفة مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق معدلاتها بالداخل بحدود الدرجتين عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرق للمتوسط وبيستمر للأيام القادمة جونا لبكرة قليل الغيوم ودرجات الحرارة بتتسجل على الشكل التالي نبدأ بعقار عم بتسجل 31 درجات رابلوس أيضا 31 العاصمة بيروت وصور عم بسجله 30 درجة بننتقل لبعلبك 31 اللي قلوق 22 درجة زحلة 30 وجزين 27 درجة نسبة الرطوبة ساحلة متتروح بين 45 و60 بالمية الرياح السطحية غربية سرعتها بين 5 و15 كيلومتر بالساعة محال البحر فمنخفض ارتفاع الموج خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية للأحد جونا قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة يلي بتسجل ساحلا 30 درجة لنهار الثانين الثلاثة والأربعة جونا قليل لغيوم ترتفع نسبة الرطوبة وبتشكل ضباب محلة على المرتفعات دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة يلي بتسجل 30 درجة للثانين الثلاثة والأربعة وهيك منكن وصلنا لنهاية النشرب لقيكم بكرة وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر صفحات الوتو في على مواقع التواصل الاجتماعي اكس فيسبوك انستغرام تيك توك وعبر قناتنا على يوتيوب شكرا للمتابعة ونلتقي بيوم جديد ان شاء الله